اشتركوا في القناة لإيجاد ناتج جمع الأعداد باستعمال لوحات المئة ولكن عزيز الطالب قبل البدء عليك بتجهيز كتاب الرياضيات والقلم والاستعداد جيدا للحصة هيا بنا إذن افتح كتاب الرياضيات على صفحة 114 لنقوم معا بحل التدريب رقم 13 عزيز الطالب ماذا تلاحظ عندي هنا؟ أحسنت إنها مسألة كلامية هيا إذن لتستمع معي إلى القصة الجميلة سارة ومريم صديقتان يحبان تجميع الأزرار بأحجام وألوان مختلفة فجمعت سارة 48 زرا كما جمعت مريم 32 زرا نريد أن نرى كم زر لديهما معا إنها مسألة كلامية ولحل هذه المسألة كلامية علينا باتباع الخطوات التالية أو الخطوة علينا أن نفهم المسألة الكلامية جيدا ولفهمها جيدا علينا بقراءتها هيا معا نقوم بقراءتها مرة أخرى لدى سارة 48 زرا لدى مريم 32 زرا كم زرا لديهما معا؟ كم زرا لدى سارة؟ أحسنت لدى سارة 48 زرا رائع وكم زرا لدى مريم؟ أحسنت لدى مريم 32 زرا إذن ما هي معطيات هذه المسألة؟ رائع سارة لدى سارة 48 زرا ولدى مريم 32 زرا عزيزي الطالب ما المطلوب في هذه المسألة الكلامية؟ أحسنت أن نعرف كم زر لديهما معا أي مجموع الأزرار التي تمتلكها سارة ومريم فكر معي قليلا ما نوع العملية الحسابية التي ستساعدني لحل المسألة اللفظية التالية؟ أحسنت إنها جمع لماذا جمع برأيك؟ لأن المطلوب مني هو ماذا؟ أن نعرف مجموع الأزرار التي تمتلكها سارة ومريم معا فنقوم بكتابة لجملة العددية التالية 48 زائد 32 عزيزي الطالب أريد أن أسألك شيئا لدى سارة 48 زرا ومريم 32 زرا أيهم أسهل أن أقوم بإضافة 48 على 32 وأبدأ بالعدل زرا زرا أو أن أستخدم لوحة المئة كما تعلمنا في الدرس السابق؟ صحيح إن استعمال لوحة المئة ستسهل علينا إيجاد ناتج جمع الأعداد وكما قلنا في السابق لإيجاد ناتج جمع الأعداد علينا أولاً أن نحدد المعدد المضاف الأول على لوحة المئة ثم نتحرك نحو الأسفل بمقدار عشرات العدد المضاف الثاني ويميناً بمقدار أحده انظر معي عزيزي الطالب إلى هذه الجملة العددية ما هو العدد المضاف الأول؟ رائع إنه العدد 48 لاحظ معي هنا لوحة المئة هل أخذناها كاملة من العدد واحد حتى العدد مئة؟ أحسن أخذنا جزءاً منها لذلك إذا لحظت معي أن الصف الأول هو 30 ثم ننتقل إلى الصف الثاني حتى يصبح العشرات 40 فعندما أبحث عن العدد المضاف الأول أبحث في الصف الثاني إذن 48 هنا في الصف الثاني نقوم بتحديد العدد المضاف الأول لوضع دائرة عليه ثم ننتقل إلى العدد المضاف الثاني ما هو العدد المضاف الثاني؟ أحسنت إنه العدد 32 أعزاء الطلاب العدد 32 مما يتكون؟ رائع يتكون من أحد وعشرات كم عشر يتكون؟ يتكون من ثلاث عشرات وكم عدد الأحد فيه؟ أحسنتم اثنان وكما قلنا سابقاً لإضافة الثلاثة عشرات إلى العدد 48 سنتحرك نحو الأسفل ثلاث صفوف واحد اثنان ثلاثة لا ننسى أن نرسم رأس السهم عند العدد 78 الذي وقفنا عنده والآن ننتقل للأحد كم عدد الأحد هنا في العدد المضاف الثاني؟ أحسنت كما قلنا اثنان إذن سنقوم بإضافة اثنان إلى 48 لذلك سنتحرك نحو اليمين بمقدار عمدين واحد اثنان وصلنا عند العدد 80 إذن ناتج جمع الجملة العددية التالية 48 زائد 32 يساوي 80 إذن لدى سارة ومريم 80 زراً وهكذا عزيزي طالب لاحظت كيف أن لوحة المئة ساعدتني بسرعة وبسهولة في إيجاد ناتج جمع العددين؟ هيا إذن لننتقل إلى تدريب آخر فلنقوم بحل التدريب رقم 15 صفحة 114 هيا معا لنقرأ رأس السؤال معا أكتبوا الخطوات التي أتبعها لجماع 43 و39 على لوحة المئة عزيزي الطالب لاحظ معي أيضاً أن لوحة المئة هذه ليست كاملة إنما أخذنا جزءاً منها إذن المطلوب هو إيجاد ناتج جمع 39 43 زائد 39 سنبحث عن الناتج هنا استعمال ماذا؟ طريقة من طرائق الجمع وهي استعمال لوحة المئة إذن أضع دائرة على العدد المضاف الأول 43 وضعنا دائرة على العدد 43 ثم ننتقل إلى العدد المضاف الثاني ما هو العدد المضاف الثاني في هذه الجملة العددية؟ رائع عزيزي الطالب إنه العدد 39 مما يتكون هذا العدد؟ أحسن يتكون من 13 و9 أحد وكما قلنا سابقاً أنه نتحرك نحو الأسفل بمقدار عشرات عدد المضاف الثاني ونحو اليمين بمقدار أحده إذن سأتحرك نحو الأسفل ثلاث عشرات أحدد عدد العشرات وعدد الأحد في العدد المضاف الثاني 39 ثم أتحرك ثلاث صفوف للأسفل لإضافة ثلاث عشرات إلى العدد 43 هيا معاً لنتحرك ثلاث صفوف نحو الأسفل بدءاً من العدد 43 واحد اثنان ثلاثة إذن تحركنا نحو الأسفل بمقدار عشرات العدد المضاف الثاني وهو ثلاثة وصلنا عند العدد 73 لا ننسى رسم السهم عند العدد 73 والآن ننتقل إلى أحد العدد المضاف الثاني وكما قلنا أن العدد المضاف الثاني يتكون من 9 أحد ولأضيف 9 أحد إلى العدد 43 سنتحرك يميناً 9 أعمدة إذن سأتحرك 9 من الأعمدة يميناً بدءاً من العدد 73 لإضافة 9 أحد هيا معاً نقوم بالعدد 9 أعمدة باتجاه اليمين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة انتهى هنا الصف أعزاء الطلاب انتبهوا جيداً لا أنتقل إلى العدد المباشر الموجود في أسفل الثمانون بل أنتقل إلى بداية العدد في الصف التالي ألا وهو واحد وثمانون إذن سبعة ثمانية تسعة وصلنا عند العدد 82 إذن ناتج جمع الجملة العددية 43 زائد 39 هو مكان ما وقفنا وهو 82 ننتقل أعزاء الطلاب إلى قصة أخرى من قصصنا الجميلة هيا معاً لننتقل إلى التدريب 14 صفحة 114 في كتاب الرياضيات استمعوا جيداً إلى هذه القصة أحباء الطلاب عائشة خياطة ماهرة تحب تصميم الألبسة وخياطتها في معمل عائشة 70 زراً في يوم من الأيام وجدت عائشة 19 زراً إضافياً الآن سنساعد عائشة لنرى مجموع الأزرار التي وجدتها في معملها هذه مسألة كلامية لأفهمها جيداً علينا بقراءتها مرة أخرى هيا معاً لنقوم بقراءتها لدى عائشة 70 زراً ثم وجدت 19 زراً إضافياً كم زراً لدى عائشة الآن؟ أعزاء الطلاب كم زراً لدى عائشة؟ أحسنتم لدى عائشة 70 زراً وكم وجدت؟ كم زر وجدت في معملها عندما قامت بالبحث عن أزرار أخرى؟ أحسنتم وجدت أيضاً 19 زراً إضافياً إذن ما هي معطيات هذه المسألة الكلامية؟ رائع عزيز الطالب معطيات هذه المسألة لدى عائشة 70 زراً ووجدت 19 زراً إضافياً ما المطلوب هنا أعزاء الطلاب؟ أحسنتم أن نبحث عن مجموع الأزرار كاملة لدى عائشة آه نريد أن نساعد عائشة في معرفة مجموع الأزرار التي وجدتها في معملها إذن ما نوع الجملة الحسابية التي ستساعدني لحل المسألة اللفظية التالية؟ أحسنتم إنها مسألة جمع لماذا؟ لأننا نبحث عن مجموع الأزرار جميع الأزرار التي وجدتها عائشة حيث كان معها 70 زراً ثم وجدت 19 زراً إضافياً أضفنا إلى العدد 70-19 هيا معاً لنقوم بكتابة الجملة العددية معاً 70 زائد 19 سنبحث عن ناتج هذه الجملة وكما تعلمنا في السابق أن هناك طريقة سهلة وسريعة لإيجاد ناتج جمع إذن سنستخدم لوحة المئة وأيضاً هنا أعزاء الطلاب لاحظوا معي لوحة المئة هنا ليست كاملة وإنما بدأنا من العدد 31 إذن الصف الأول هو 30 سنقوم بتحديد العدد المضاف الأول كما قلنا على لوحة المئة 40 50 60 70 نقوم بوضع دائرة على العدد المضاف الأول 70 ثم ننتقل إلى العدد المضاف الثاني ما هو العدد المضاف الثاني؟ أحسنتم إنه العدد 19 مما يتكون العدد 19؟ أحسنتم أعزاء الطلاب يتكون من عشر واحدة وتسع أحد وكمان نستذكر مع بعضنا البعض أنه نتحرك نحو الأسفل بمقدار عشرات العدد المضاف الثاني ونتحرك نحو اليمين بمقدار أحده في العدد 19 يوجد عندي عشر واحدة إذن سنتحرك صف واحد نحو الأسفل سننتقل بدءا من العدد 70 صفا واحدا إذن وصلنا إلى العدد 80 وصلنا نحو العدد 80 والآن لإضافة 9 أحد للعدد 70 نقوم بالتحريك نحو اليمين أهى هل يوجد هنا شيء؟ أحسنتم طلابي لا يوجد شيء هنا ننتقل إلى الصف التالي صف التالي بداية الصف التالي هو كام؟ واحد وثمانون نبدأ من هنا بعد تسعة مربعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن وصلنا إلى العدد 89 هذا ما يعني أن ناتج جملة العددية 70 زائد 19 هو تسعة وثمانون إذن وجدت عائشة في معملها أو مجموع الأزرار كامل الذي وجدته عائشة هو تسعة وثمانون والآن عزيز الطالب قم بحل الواجب صفحة مئة وأربعة عشر تدريب ستة عشر أتمنى منك حل الواجب والتأكد من صحته مع معلمتك وهكذا نقوم قد تعلمنا كيفية حل مسائل حياتية بإيجاد ناتج جمع الأعداد باستخدام لوحة المئة وإلى اللقاء ألقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة